موسيقى الأولاين مستقبل الجيل القادم وعلى شان نتكلم عن الأولاين هنلاقيه مرتبط كتير في حياتنا منتشر كتير جدا ما بين فائع كبيرة من الشباب قدروا من خلال أنه هما يحققوا نجاح ويوصلوا مكانا كويسا وضيوفنا النهاردة هما مجموعة من الشباب قدروا أنه هما يحطوا نفسهم هدف ويكونوا على القمة الرحب بأستاذ محمد محمد فرق مؤسس راديو 2 أهلا مسلا بك اس well friends أهلا مسلا الرحب بالأستاذ أحمد رحمة مدرب صوته وعذاعي بالراديو 2 أهلا بك لنرحب بالأستاذ جهاد أيها complicated تيم ليدر في راديو 2 أهلا مسلا أهلا سهلا بكم طبعا لكي نتعرف على ضيوفنا أكتر لكي نتعرف على ضيوفنا أكتر und counter können إزاي يوصلوا للمكان اللي هم فيهم وإزاي بيقوا معنا على القمة ونعرف طموحاتهم ونعرف إزاي الشغلوا مع بعض كتيم انتظرونا بعد الفاصل نغطينا ودفينا واحد إدلنا فيها نجيب 20 بطنية ونجمع حوالي 100 قطعة من الملابس نغطينا ودفينا 2 إدلنا نجيب 30 بطنية ونجمع 150 قطعة من الملابس نغطينا ودفينا 3 مستهدفين للسنة دي نجيب 50 بطنية ونجمع 250 قطعة من الملابس ساهم معنا في الخير وساعدنا بالتبرع المالي أو ملابس صلحة للاستخدام أريانا لكم بعد الفاصل ورحبا بضيوفنا مرة تانية أستاذ محمد عايزين نعرف من خلالك إزاي جات لك فكرة راديو اتنين الأول بس حابب كده أرحب بكل مشاهدين اللي بتفرجوا على قناة الصحة والجمال ومع أستاذ أحمد حد أستاذ فاضل يعني موزيع قوي جدا الفكرة الأول بس في الراديوهات الأونلاين عموما يعني في من كام سنة كده طلعت حاجة اسمها راديوهات أونلاين إحنا نعرف يعني الراديوهات اللي هي بتردد قليلة فإحنا بنسمع مثلا فيها أغاني بنسمع فيها برامج طب ليه ما يجلناش فكرة إن إحنا نعمل راديو بما إن السوشيال ميديا هي يعني هي دلوقتي اللي عملة كنترول أكتر أو الناس بتتفرج عليها أكتر سوشيال ميديا أيا كان إيه في السوشيال ميديا فليه ما يجلناش فكرة إن إحنا نوصل صوتنا حد عايز مهتم بالمجال الإعلامي أو بمجال الراديو بالأخص عايز يوصل صوته ومش عارف يوصل لمحطة إذاعية كبيرة مثلا فيعمل إيه؟ فجت لنا فكرة إن إحنا نعمل صفحة على مثلا أي بلادفورم من السوشيال ميديا أو كله فيسبوك يوتيوب إنستجرام ونعمل لينك ونعمل أبليكيشن والناس تسمعنا من خلال الحاجة دي فأنا كده بوصل صوتي طلبة إعلام والناس اللي مهتمة بالمجال أصلا بقاليهم الفرصة إن صوتهم يتسمع أنا عايز أتكلم في حاجة كوميدي عايز أتكلم في حاجة مثلا معينة فجت لنا الفكرة من هنا إن أنا عايز أوصل صوتي وصوتي الناس التانية من خلال حاجة سهلة ألا وهي السوشيال ميديا جميل خلص طيب ليه اخترتوا اسمي راديو 2 بالتحديد ليه ما اخترناش اسمي تاني جريت 2 السؤال دا يمكن بتسئل كتير جدا السؤال دا يمكن بتسئل كتير جدا وهو فعلا مش من فراغ يعني هو لما مع أستاذ أحمد وأستاذ أجهاد لما فكرنا كان فيه أكتر من سبب خلينا نسميه راديو 2 يعني مثلا من ضمن الأسباب القوية بالنسبة لنا هو إن أنت لما بتيجي تفتح حاجة جديدة بتركز جزء على المحتوى وتركز جزء أن أنت توصل الناس وكمان بتركز جزء أن أنت توصل بسرعة فلما نيجي نشوف كده مثلا معظم الأسماء لما نيجي نختارها بتبقى لها اسم عادي زي مثلا هواك في السكة مش عارف صحارة وهكذا دي مسميات كتير فلما لقيت أن أنا هسمي اسم من دول لقيت أن الموضوع ممكن يبقى صعب شوية طيب عايز أسمي حاجة رقم علشان تتعرف بسرعة فلما جيت أسمي رقم لقيت مثلا هعمله 90-90-50-50-20-20 فده ممكن يكون بقلت شوية لحد ما فحبيت أن أنا أسميه باختصار حاجة اسم اللي هي راديو 2 تتكتب كده وراديو 2 يبقى رقم ف2 كرقم تتعرف بسرعة و2 برضو كاسم تتعرف بسرعة يمكن فيه كمان سبب تاني قوي جدا كنا لسه بنتناقش فيه برا هو أن الراديو يعني محتاج أن أنا دايما أسمع يعني لما أسمع 2 بيتكلموا أفضل من أن أنا أسمع 1 إلى حد ما فراديو 2 فإحنا حتى الخطة إن شاء الله 20-21 إن معظم البرامج اللي عندنا سواء كانت مسجلة أو live أو فيديو تبقى 2 بيعملوها أنا لما أسمع 2 تبقى الموضوع أفضل من كده يعني فده برضو كان سبب من ضمن الأسباب إن كل حاجة في الدنيا تقريباً اتنين يعني هي فكرة جميلة جداً وأنا أحييك على الفكرة دي ربنا يخليك نعم فعلاً عندنا شباب ناجح جداً وبيعرف أن هو يفكر بطريقة جميلة عايزين نعرف بقى منك إيه هي الخطوات اللي أنت مشيت عليها عشان تبقى معنا عطم برنامج شباب على الكمة يعني أنا برضو متابع وبقاله فترة فطبعاً يعني أي حد عموماً بينجح يعني خلاه برضو مبقى متفقين أن أي حد بينجح هو فعلاً لازم يتعب شوي بس أنا دايماً مقتنع ويمكن برضو أستاذ أجهاد وأستاذ أحمد لما بنعمل مثلاً ميتنج وأسبوعي نشوف إيه الخطة اللي جاية بنشوف إيه الحاجة اللي توصلنا بسرعة فمن ضمن الحاجات اللي عملناها في الراديو اللي أنا مقتنع إن هي تقريباً ما فيش زيها هي أن أنا دلوقتي المتدربين أو الطلاب أو يعني خارجين إعلام أو المهتمين بمجال الراديو هم عايزين بس يدرسوا ويتعلموا ولا كمان عايزين نشتغلوا عايزين عايزين نشتغلوا فقدرنا نوفر حاجات يعني مش موجودة إن حاجة مثلاً وليكن على سبيل المثال كرنية عضوية يعني المتدرب بييجي معنا قبل أو أول ما بيخلص بيطلع له كرنية عضوية بيبقى كرنية بيدي له إتاحة لمدة سنة كاملة فبيبقى معنا لمدة سنة كاملة طب في خلال السنة ده بيستفاد بإيه؟ في خلال السنة بيطلع حلقات أو بيروح مدينة الإنتاج بيروح مسبيرو قضيف يعني حلقة بيتعمله برنامج ويدخل التست ليه مثلاً كل الكورسس فور فري يعني بيحضر الكورسات التانية اللي هو ما حضرهاش مجاناً بيدي له مثلاً إتاحة فرصة إنه هو يحط صوته في مكان معين يشتغل يعني فبيبقى فيه تدريبات كل يعني على مدار السنة تدريب كل أسبوعين بنتابع المتدربين فالفكرة دي لحد ما كانت من أكتر الحاجات اللي وصلتنا بسرعة فأنا مشيت على الناس عايزة إيه؟ دي أكتر حاجة أنا مشين عليها يعني حاجة جميلة جداً أستاذ أحمد رحمة تقلمنا عن بدايتك في راديو 2 وليه اخترت راديو 2 بالضبط؟ مبدئياً كده أحب أشكر حضرتك جداً وأشكر كل اللي بيسمعونا دلوقتي والبيتفرجوا علينا هي الفكرة كلها ببساطة هي فكرة طموح هي فكرة أنت عايز توصل لإيه؟ فكرة هل المكان اللي أنت ممكن تبقى موجود فيه هيوصلك ويبقى دافع عليك أن أنت توصل أكتر من أنت عاوزه ولا لا؟ فبالضبط زي ما كان السيد محمد بيقول أننا الفكرة كلها معنا أننا بنشوف الناس عايزة توصل لإيه أو إيه اللي إحنا محتاجينه فأنا من ضمن الحاجات اللي فعلاً كنت لقيت نفسي فيها واللي أنا لقيت أن أنا بتطور فيها بشكل مستمر وكل يوم بضيف لي نفسي وبضيف لي المكان حاجة هو كراديو 2 وبرضو جزء اللي هو التعليق الصوتي عموماً أو التدريب جزء على التعليق الصوتي دي حاجة من الحاجات اللي أنا لقيت نفسي فيها أكتر لقيت أن أنا مثلاً أن أنا بقدر أن أنا أوصل صوتي أو أوصل ميسج معينة عن طريق صوتك مش هل تبقى متشاف فدي من ضمن الحاجات اللي لقيتها فعلاً وحاستها جوة راديو 2 مش مكان أن احنا بنيجي بناخد فيه مثلاً كورس أو حاجة لوقتها لأ حاجة مكملة معاك وعلشان كده أنا يعني مكمل في راديو 2 وإن شاء الله بإذن الله لسه فيه كتير جداً وفيه خطوات ماشينا على الفترة اللي جاية كتير قوي قوي بإذن الله يعني فيه ناس كتير ما بتعرفش يعني إيه تدريب صوتي وإيه فايدتهم من موزيع فعايزين حضرتك بقى تشرح لنا إيه هو أولاً إيه هو التدريب الصوتي بالنسبة لناس ما تعرفش يعني إيه تدريب الصوتي وبالنسبة التدريب الصوتي ممكن يفيدني أنا كموزيع راديو أو تلفزيون بيفيدني بإيه؟ بالنسبة لجزء التعليق الصوتي علشان لو فيه حد ما يعرفش أصلاً يعني إيه تعليق صوتي جزء التعليق الصوتي هو إن أنا أقدر أحط صوتي أو أحط مقطع على أي حاجة زي مثلاً الأخبار، الإعلانات، التقارير، الوثائقي ده إن أنا أقدر أوزف صوتي عليه يعني أي حاجة يعني بمعنى أصح بتبسط بسط جداً جداً علشان الناس أي جزء أو أي حاجة تحط عليها صوتك وصوتك مش موجودة ده اسم جزء التعليق الصوتي ده جزء التعليق الصوتي يعني بتبقى مش واضح للكاميرا بتبقى أنت مجرد فويس بس ذا الإعنات اللي إحنا بنشوفها موجودة مثلاً في التاتر موجودة مثلاً في بداية البرنامج الإزاعي أو بداية الحاجة دي فده جزء يعني إيه أصلاً؟ جزء التعليق صوتي هو إن أنا أقدر أوزف صوتي أو أحط صوتي على مقطع وفائكي، أخبار، إعلانات من غير ظهور الكاميرا ده ببساطة جداً يعني إيه تعليق صوتي بالنسبة بقى فايدته بالنسبة للمزيع أو بالنسبة كشخص؟ بالنسبة بقى الجزء التعليق الصوتي هو دي حاجة حاجة مهمة جداً جداً إن أصلاً حتى لو مزيع لازم يكون عنده التكنيك ده جزء التعليق الصوتي طب ده بيفرع معك في إيه؟ بيفرع معك إن أنت بتقدر تعرف إن أنت في أوقات أوقات مثلاً في الحلقة الإزاعية بتاعتك أن أنت ممكن أنت اللي تقدر تعمل البروم وبتاع البرنامج البروم وبتاع البرنامج زي مثلاً إنت مثلاً حضرتك مثلاً بتعمل حلقة مثلاً إزاعية تمام؟ وعندك مهارة التعليق الصوتي زي أنتم دلوقتي بتسمعوا برنامج شباب على الكمة مع أحمد الجزء ده حلو جداً إنت يكون عندك التكنيك ده طب إزاي إن أنا أو أقدر وأنا بتكلم عادي أبدأ أعمل الجزء ده أبدأ أوظف ده فده جزء بنتعلمه كمان لو هناخد جزء التعليق الصوتي وننقل بيه على الإذاعة لأ هو تونس صوت نفسه يعني تونس صوت الناس بقى اللي عارف التعليق الصوتي أو خلاص أنت عرفت اللي هو المعلقين الكورة والناس الأخبار والوطائقي كمان أنت كمزيع أو كشاب عادي أو كواحد عادي رايح تتقدم لأي حاجة تونس صوتك نفسه يعني مثلاً في التعليق الصوتي تونس صوت بيفرق تونس صوت ده أنت تستخدمه في أي حاجة مثلاً في التعليق الصوتي بيتعلمه مخارج حروف وصفات مخرج الحرف نفسه بيفرق أنت لما تتكلم مع حد والطريقة نفسها تبقى كويسة يقول لك آه ده ده من الطبقة كذا يعني ديبين ده على بس بنعرف إزاي النقطة دي يعني أنت ممكن تبقى قاعد مع حد فيقول لك لأ صوتك خام صوتك كويس التونس صوت كويس بتعرف إزاي التونس صوت أو خامة الصوت هي دي كانت حاجة من ضمن الحاجات إن كلنا كلنا ودي معلومة إن كلنا ننفع مع معلقين صوتين ودي حاجة بتوقف ناس كتير جداً وبتوقف شباب كتير قوي عن دوره ده إن فيه فرق بين خامة صوتي وإن دي حاجة ربنا الدهاري وفرق بين أداء عامل إزاي فهي الفكرة كلها فكرة أداء مش فكرة إن أنا مش عارف إن أنا مثلا أخرج الحرف إزاي مما أخرجه الصح إن أنا إزاي مثلا أقدر إن أنا لو فيه قدام سكريبت أقدر أقطعه صح أعرف الطبقات أصلا إن الطبقات في الإعلانات أو الطبقات اللي أنا هستخدمها كل ده بنتعلمه لكن جزء إن أنا فيه حد ينفع أو حد ما ينفعش لأ أي حد ينفع بس مع التوظيف ومع إن إحنا نشتغل أكتر ونعرف نتمرن أكتر فالموضوع بيجي بالتمرين مش بإن أنا موهبة وهطلع زي الإضاءة مثلا لذلك ده يعني ممكن تكون موهوب أو كده الزبط يعني عشان له نوضح للمشاهدين أكتر برضو لو واحد جاي عايز يعرف هو خامة صوته مش نبرد صوته ولا أداءه يعني فيه حتى عندنا علشان يعني برضو نختصر فيه حاجة اسمها الخامة والأداء فإنت وانس إن انت جاي عايز تعرف أنت إيه وصوتك عامل إزاي وانفع ولا لأ فيه حاجة اسمها الطبقة الديب يعني برضو حتة صغيرة كده توضيح للمشاهدين اللي بتفرجوا علينا فيه حاجة اسمها الطبقة الديب أو العميقة أو طبقة الكرار زي مثلا إيه الإعلامي محمد فرج أو الإعلامي أحمد يستضيف الإعلامي محمد فرج دي طبقة الكرار ففيه ناس أصلا بتيجي عندها الطبقة دي فيه ناس تانية عندها طبقة هايبر فيه ناس تانية عندها طبقة نورمل يعني مثلا الطبقة الهايبر ده إحنا مش عارفين فلما بيقدي قدامنا مثلاً في الكورس أو في الدبلوما أو حتى لو هو حد دخل كلمنا بيستفسر إحنا بنتيدي نعرف أنت من أي طبقة لأ أنت من الطبقة بتاعة القرار أو الديب اللي هي أنت دلوقتي بتسمعوا برنامج شباب على القمة مع أحمد على قناة الصحة والجمال كل يوم وهكذا ده كده القرار فلو لقينا واحد مثلاً عنده الطبقة دي لأ تعال في الجزء بتاع الإعلانات دي طب لو لقينا واحد عنده طبقة الهايبر نحطه في الجزء بتاع ومش بس كده كمان معنا موسيق يعني عارفيني الإعلانات دي فكل واحد عايزين نسأل أستاذة جهاد كلمين عن محتوى الراديو 2 في البداية طبعاً أنا موسيقاً أنا معيك النهاردة وعلى قناة الصحة والجمال أكيد دي حاجة حلوة أنا بيها عشرين وعشرين وأستاذ بيها عشرين وعشرين الصحة وجمال مش هلاقي أجمل منك طبعاً في الصدور ربنا دينا صحة كلنا ويبدع عننا كرونا بس مبدئاً إحنا في راديو 2 عندنا أكتافتس كتير قوي أو إحنا عبارة عن إيه أصلاً إحنا راديو 2 إحنا بدي كورسز لها علاقة بالإذاعة بالدبلاج بالويس أوفر ورايب إن شاء الله كورسات التلفزيون كل الحاجات دي إحنا عندنا متقسمين لجزء أنا أصلاً سيتلسى إيه المالش محتوى راديوك معمومة إحنا عندنا أجزاء راديو متقسم لها طبعاً جزء تسويب يسوأ الحاجات دي جزء أكتافتس اللي أنا مسؤولة عنه يعني حاجة وجزء البرامج تمام؟ فإحنا المحتوى عندنا إحنا مش بس بنيدي كورسز إحنا كمان بننتج برامج بينتجها الراديو حالياً إحنا بننتج يعني لحد دلوقتي بننتج برامج راديو بس إذاعة بس ورايب إن شاء الله هننتج برامج باديو إيه هي المقاومات اللي الراديو بيقدمها للشباب أو البيضاء عن المنح والكورسات إيه أكتر حاجة بتفيدي الشباب في الراديو الراديو بيفيدي الشباب إزاي؟ بدعم الشباب بإزاي؟ بص كتير في أماكن كتير أو بتدي كورسز حل؟ وفي أماكن تانية كمان مش بس بتدي كورسز أنا باخد الكورس عندها وبعمل برامج عندها أو بتطلعني حلقة في مجان وشكراً بس وبعدين يعني أنا زمان قبل ما موصل لراديو اتنين كنت دايماً بعد أقول طيب أنا أخدت كورس هنبي إيه بعدين لكن ميزة المكان هنا أنه أنت بتمارس أنت بتاخد الكورس وبتمارس زي ما قال مستر محمد من شوية أنه إحنا بنتدي زي الكرنية بتاع العضوية تمام ده بيديك فرصة سنة سنة ده مش بتاخد الكرنية وتاخد دي كورسات أو تقعد في البيت وخلص لا أنت بتبقى واحد من أهل الراديو أنت بتمارس المهنة عشان ما تنفاش عشان تفضل طول الوقت هي أصلاً الأهم من الكورس والأهم من الدراسة والأهم من الحاجات دي كلها أنك تكون بتمارس لأنك لازم تثق العلم بالممارسة عشان تاخد خبرة مش كده فإحنا عندنا اللي بنيديه في الراديو دي يعني من أهم الحاجات اللي إحنا بنيديها للمتداربين عندنا ومش موجودة في حتة تانية أن أنت طول ما أنت معانا طول الوقت أنت بتمارس وموجود في المجال والمكان والجو بتاع الإزاعة أو بتاع الحاجة اللي أنت بتحلم بيها دي نرجع للأستاذ محمد هو الراديو حالياً بيدي كورسات الراديو الأولاية تمام هل هو قائم على المجال الاستثماري أو للمجال المهني؟ والله أنا هتكلم عن نفسي يعني لو هنتكلم عن راديو 2 هتكلم عن راديو 2 لو هتكلم عن راديو 2 إحنا زي ما أستاذة جاك كانت بتقول الراديو عندنا متقسم ثلاث أجزاء فأنا يعني ممكن تكون أنت بتفتح راديو X من الراديوهات تلاقيه بيعمل برامج بس ممكن تفتح راديو Y تلاقيه بيعمل كورسات بس إنما أنا بنشتغل على ثلاث أجزاء الجزء الأول زي ما كانت أستاذة جاك بتقول هو جزء الكورسات فأنا لو ما عنديش الجزء ده مش عارف أكمل لأنه هو ده الجزء اللي بيديني الدخل الإنكم بتاعي فأنا عندي جزء الكورسات والدبلومات والورش والحاجات دي طيب هل اكتفين على كده؟ لا طبعاً وإلا ما كناش هنبقى مع حضرتك دلوقتي الجزء الثاني هو جزء البرامج فيه عندنا ثلاث أنواع من البرامج فيه برامج مسجلة وفيه برامج لايف ودي اللي بنجهز لها إن شاء الله في 2021 وفيه كمان برامج فيديو طيب ده جزء البرامج وفيه مدير برامج والمنتير والناس دي كلها وفيه فريق كامل على ده الجزء الأخير بقى هو واللي أستاذها جهاد مسكية بشكل رسمي هو جزء الأنشطة طب زي إيه الأنشطة؟ فيه عندنا مثلاً إذنتات وندوات بنعملها على مدار السنة وعلى مدار الستة شهور وعلى مدار الشهر فيه عندنا تدريب بيحصل كل أسبوعين وكل ده أستاذها جهاد هي التيم ليدر بتاعه فيه مثلاً فيديوهات فيديو بنجهز له الرأس السنة إحنا داخلين على مناسبة طب ليه ما نعملش للفريق بتاعنا فيديو يوضح الدقي راديو اتنين هو أسرة واحدة طيب كمان هزود حاجة صغيرة الفرق عندنا يعني واللي هو استثمار ولا لا وده هيبين أنه هو مش استثمار بجزء كبير الاستثمار بيبقى في الكورسات يعني عشان نكون صراحة إنما الباقي ده كله هو ده اللي بيحصل اللي هو أول ما المتدرب بيخلص عندنا أي أن كان هو إيه بياخد كرنية عضوية بإسمه وبإكس باير ديت اللي هو التاريخ الانتهاء لمدة سنة كاملة دي حاجة جميلة جداً لو هو حاجات اللي انتو بتقدمها فعلاً للشباب و أنا سعيد جداً إن فيه شباب زيكم طبعاً طموح عندهم هدف بيحاولوا أنهم يوصلوا فكرة ومحتوى للشباب و زي ما شفتوا معنا النهاردة تلت شباب من الشباب اللي هم أعملوا لنفسهم حلم وهدف وأصروا لحد ما أصلوا للهدف بتاعهم والنهاردة كانوا معنا على القمة هو أنا يسعدني ويشرفني إضافة شباب طبعاً زيكم ونتمنى أننا نقابل نماذج فعلاً زيكم وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا ونتظرونا الخميس اللي جاي